اهلا بكم الى موجة الاحداث الرياضية على قناة الحدث الافريقي توجى الفرنسي كاريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لعب في العالم عن الموسم الماضي 2021-2022 مساء أمس الاثنين خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس وقدم بنزيمة أداء استثنائيا في الموسم الماضي وقال دريال مدريد لحصد لقبي الليجة ودور أبطال أوروبا فضلا عن تتويجه بدور الأمم الأوروبية مع الديوك الفرنسية وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية منذ بدء مشواره مع الساحرة المستديرة وتفوق بنزيمة على العديد من نجوم كرة القدم الذين نافسوه لحصد الجائزة هذا العام وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وتيبو كورتوى ويشار إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريسا جرمان هو من حصد الجائزة في العام الماضي علما بأنه صاحب الرقم القياسي بتتويجه بالكرة الذهبية سبع مرات ونال أيضا منشستر سيتي جائزة أفضل نادي على مستوى العالم عن الموسم الماضي وتسلم الجائزة المقدمة من النجلة الفرنسية فرنس فوتبول كل من كيفين ديبروين والحارس ديرسون ثنائي منشستر سيتي بجانب فران السوريانو المدير التنفيذي للنادي وسلمها لهم الأسطورة البرتغالية لويس فيجو لاعب ريال مدريد وبرشلون السابق وحصد منشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بجانب وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال لأوروبا بينما توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلون بجائزة جيرد مولر وهي جائزة استحدثتها المجلة الفرنسية فرنس فوتبول مؤخرا ويتوج بها أفضل هدف على مستوى الأندية والمنتخبات وسميت الجائزة بهذا الاسم نسبة لأسطورة منتخب ألمانيا باير ميونيخ وأحد أشهر الهدفين في تاريخ كرة القدم ونال ليفاندوفسكي جائزة جيرد مولر بعد تسجيله 57 هدفا في الموسم الماضي مع نديه السابق باير ميونيخ ومنتخب بلاده بولندا يشار إلى أن ليفاندوفسكي هو صاحب الحذاء الذهبي لأفضل هدف في الدوريات الأوروبية خلال آخر موسمين وقضى ليفاندوفسكي ثماني سنوات مع باير ميونيخ حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية قبل أن يقرر الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي توجى الحارس البلجيكي تيبو كورتو بشائزة ياشين التي تمنح لأفضل حارس مرمى في الموسم وذلك على هامش حفل الكرة الذهبية 2022 وجاء هذا التتويج عقب فوزه بألقاب دورية أبطال أوروبا والدوري الإسباني إضافة إلى سوبر الإسباني وسوبر الأوروبية الشيء الذي منحه الأفضلية مقارنة مع باقي منافسيه وكان الحارس المغربي ياسين بونو قد اختير دمرتوب عشرة لجائزة ياشين بعد تألقه في الموسم الماضي مع إشبيلية حينما توجه بجائزة زامورة التي تمنحه لأفضل حارس مرمى في الليجة وأنال النجم الصاعد لفريق برشلونة غافي جائزة كوبا لأفضل لعب شاب في الموسم الكروي الماضي 2021-2022 بهذا الخبر أتينا إلى نهاية الموجز الرياضية شكرا على اهتمامكم إلى اللقاء